بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدام اتعودنا خلاص يوم السبت عندنا استعادة وأصحاب السعادة وازاي عن نتعامل مع المقبلين على الجواز وازاي عن نساعدهم انهم يكونوا من السعادة في حد قبل ما ادخل للستوديو بنشتغل مع بعض قال لي السؤال غريب اوي 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 هو احنا لازم يبقى عندنا مقصد عشان نخرج ونتجوز ده فيه بنات عايزة تتجوز بس عشان تخرج من بيت اهلها وتهرب من امر ده فيه ناس عايزة تتجوز عشان زي ما بالتعبير العام كده الناس تنزي مع اودانها هي عايزة تتجوز عشان تخرج فقط من البيت والناس تسكت زي الاولاد يتجوزوا في بعض الاحيين من ان والدته قالت له خلاص انت بقيت 35 سنة لازم تتجوز طب ايه الاشكال في ده الاشكال في ده ان ده بنشوفه بقى ناتجته بتكون واضحة لما واحد تتجوز من غير ما يكون عنده مقصد وهند وهدف وعنده غاية في الجواز بيظهر قوي ده بعد كده في المشكلات الزوجية حلقة ان احنا هنتكلم عنها النهاردة واحنا بنساعد اصحاب السعادة ان هم يكونوا اصحاب سعادة اهم حاجة شفناها في حياتنا ان الانسان اهم مصدر من مصادر السعادة بالنسبة له الغاية الهدف لما يكون عنده غاية وهدف بيعيش بيعيش ليه وبيعيش بيه لاتنين بيعيش ليه وبيعيش بيه وعشان كده النهاردة عن نتكلم عن مقاصد الزواج من رؤية جديدة شوي تعالوا نتكلم مع بعض عن مقاصد الزواج يعني بنجاوب على سؤال احنا ليه بنتجوز احنا ليه بنتجوز لازم تكون ليها علاقة احنا ليه عايشين لان اذا ما كانش فيه علاقة ما بين احنا ليه بنتجوز لان الزواج ده اطول مدة في حياتنا بيه احنا ليه عايشين بيحصل ربكة كثير من الازواج كثير من الناس اللي رحين يتجوزوا عايزين حد يرفعهم ايمانيا كنت بحل مشكلة مبارح كان الزوج بيقول انا تجوزتها عشان تساعدني انها ترفعني ايمانيا ويه تاني ويه الزوجة بتقول ايه ده انا كنت واخدها عشان هو متدين وهيحافظ على ديني ويسبتني على الديني اذا في بعض الناس عايزين كده في بعض الناس عايزين يحسوا ان حياتهم بتتسع وبتتطور وبتتقدم وفي ناس عايزين يحسوا ان اخلاقهم تطورت بعد ما كان عندهم نوع من انواع الرعونة لا ده نضجوا بس صيد في الاهداف دي اللي هي في الغالب اغلب المتجوزين ده عايزين يتجوزوا بيكون دي اهدافهم قلت حاجة عجيبة قوي الناس دول عايشين على الفطرة ليه؟ لان احنا في الحلقات بتاعتنا اتكلمنا وجاوبنا على سؤال احنا ليه عايشين فقلنا ان احنا عايشين عشان تلات حاجات او ايه مقصد الله من خلقنا تلات حاجات العبادة والعمران والتسكيه وانا ان العبادة علاقة بربنا والعمران علاقة بالحياة والتسكيه علاقة بنفسي وعشان كده تعالوا بقى نبتدي ان نعمل مقاصد للزواج جاية من هذا السياق بس خلي بالك الحاجات دي لازم تنزل على الارض فالمقاصد التلاتة دي عشان تنزل على الارض بتنزل بخمس مجالات المجال الاولاني هو النفس يعني الحياة والجسد المجال التاني هو العقل الفكر فلازم يبقى في الجواز كمان في مراعاة البعد الفكري الدين يعني الاحكام مهم ان احنا نرعي جزء الاحكام العرض يعني الكرامة ويعني السمعة وكمان المال لازم نتعامل مع الموارد قال لي ايه ده ده دولة شبه المقاصد الخمسة للشريعة قال له اه يبقى احنا هناخد التلات مقاصد دولة وننزلهم على الخمس مقاصد دولة تعال نشوف يعني ازاي يبقى عندنا الجواز بيحقق لنا مقصد العبادة تعال نشوف مقصد العبادة كده مع حفظ النفس حفظ النفس حفظ النفس من نفسية الجواز لازم يخلي الانسان ما يتتسولش تسول عاطفي ولا يحصل له علاقات سمة ايه ده يعني الجواز بيحقق العبودية لله بان حد ما يتصورش ان فيه حد يملكه او يتملكه لكن خلينا نقول ان الجواز هيتبني ان العبد ان العبد لا يملك قلبه الا مولاه فما يبقاش في الجواز فيه تسول عاطفي انا رايح اتجوز عشان ما تسولش عاطفيا ربنا قال واجعل بينكم مودة ورحمة ربنا ايوفار لي ما يجعلني لا اتسول عاطفيا الله يعني انا داخل الجواز وحافظ على نفسيتي فيبقى دي مقصد مقصد اولاني هرتاح بقى مين احبه ومين محبوش عندي شريك حياتي جاهز ان انا اكون نفسيتي رقية معاه يبقى اول حاجة يبقى نفسيتي عتكون نفسية العبد اللي عايش في نعمة مولاه طب والحياة التانية حفظي حفظ الايه حفظ العقل حفظ العقل يعني ايه يبقى عندي مقصد ان انا عايش وفكر بنعمة ربنا وعايش وفكر باني الله سبحانه وتعالى بيدعمني واني رزقي موجود فانا وبفكر ما فكرش تفكير اسود لا ده انا عندي زوج عندي سند ربنا من ضمن كل الناس دي ربنا خلقوا عشان ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه ايه ده يعني من ضمن كل المخلوقات ربنا كان رزقني بداه فعقلي وانا بفكر طول الوقت بفكر بان انا عبد لله واعيش بده يبقى عندي ايه تاني عندي مقصد ان انا احس بنعمة الله انه هو من كل المخلوقات جاب لي هذا العبد دي كي يساعدني اما مقصد بقى ازاي يبقى عبد واحقق مقصد حفظ الدين العفة والاحكام الشرعية اللي كلها جاية في الجواز عشان تساعدني على ان انا اكون عفيف ومش بس اكون عفيف كمان اكون ماشي في مراد الله طول الوقت وفي مقصد حفظ العرض لا ده انا كمان انا ممكن ايبقى عبدي كمان وانا باتجوز ويبقى مقصدي ان انا احفظ عرضي واحفظ عرضي اهل بيتي واحفظ سمعة البيت ده فيبقى عندي مسئولية انسانية واجتماعية عن حد تاني يا سلام على الجمال ده كده الجواز بيخلي المسئولية ممتعة المسئولية لطيفة المسئولية تجلب علي عاطفة جميدة طب كمان اخر حاجة ما اقصد حفظ المال يبقى ازاي بقى عبد ان انا لا اسرف واكون دايما شخص دقيق واحس بنعمة المال ان انا اضع المال في مكانه فاحس ان انا بأضع المال في الصدقة في فمي زوجتي ولا في تعديم اولادي يا سلام انا حاسة بالكلام اللي انت بتقوله ده بس انا حاسة بس انا حاسة ان انا اول مرة سمع الكلام ده ايوة ما احنا مش احنا كررنا كلام كتير والناس عاشت بعيدة عن ان احنا نعمل لماذج جديدة احنا بنعمل نموذج جديد وانا مش ممكن النهاردة ما اقدرش اخلص الخمس مقاصد نكملها في المرة اللي جاية بس الناس تبتت تفكر بالله وبانوار الله وبمدد الله عشان نقدر نوصل لحياة مليئة بالجمال وبالخير والرحمة المقصد التاني من مقاصد وجودنا كان مقصد ايه ايوة مقصد العمران يبقى احنا كده خلصنا مقصد العبادة تعالوا بس نرجع عليها انا ما عنديش مشكلة مش مستعجل انا مش مستعجل انا دلوقتي بعمل ايه للخطاب بعمل ايه للمقبنة على الزواج بعمل لهم برنامج يقدروا يحددوا مقصدهم في الجواز يبقى المقصد الاولين اللي احنا خلقنا من اجله اللي احنا اخدناه ازاي هننزل ده الى الحياة يبقى انا هكون عبدي لله لما اقصد ان النفسيتي تكون نفسية متزنة فانا هتجوز عشان ما يبقاش عندي اي نوع من انواع التسور العاطفي ولا يكون عندي علاقات مسمومة فاحفظ نفسي ونفسيتي وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت ربنا عشان انا عبد عليس الله بكافر عبدة جعل جسدي عنده لزة شريفة عفيفة تظهر في العلاقة الخاصة اه انا هتجوز عشان احس بسعادة رزقني بها الله فجسدي يحس بان هو مليء بنعمة الله سبحانه وتعالى ادي واحد حاجة تانية كمان انا هتجوز عشان عقلي يتزن لما اجي افكر افكر ان انا عبد عليس الله بكافر عبدة فانا وبفكر افكر بالنعمة فما فكرش بالنقص الا افكر بالنعمة حاجة التالتة يبقى عندي مقصد في حفظ الدين ان انا بقى عندي عفة ان انا بقى عندي وصل بيتي ده اتموصول بالله سبحانه وتعالى فدي مهم جدا بعد كده مقصد حفظ العرض انا احافظ على عرضي واحافظ على عرضي كمان اهل بيتي واحافظ على سمعتهم ايه المقاصد الرائعة دي وبعد كده يجي مقصد حفظ المال ان انا هقدر اعمل ادارة لمواردي وايه اللي حاصل يبقى عندي في الانفاق فيه اتزان في الانفاق احنا كده عملنا مقصد يبقى من مقصد خلقنا العبادة نزلناها على الخمس مجالات يبقى عندنا هو يبقى العبادة هي وجي فيها الخمس مجالات اللي احنا قلنا عليهم فيها مجال النفس حفظ النفس وفيها مجال حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال خمس مجالات اوه الخمس مجالات دي بقى هي اللي احنا قصدين نعملها كمان في العمران يبقى هي دي العبادة عملنا كده مع العبادة وتعالوا كمان نعمل ده مع العمران العمران بيقولك ايه احنا ما قصد العمران هو ايه ان يزيد الخير يزيد الخير في الناس يزيد الخير في العلاقات يزيد الخير في الأرض يزيد الخير طب أنا جوز عشان أحقق العمران ازاي أحقق العمران في نفسي فإن اللي حصل فأتعلم الإحسان فتبقى أخرج أحسن ما فيه الله وأخرج أحسن ما فيه وكمان أربي أولادي على الإحسان فإن اللي يحصل فأساهم في تنشئة وبناء إنسان ويا سلام وإحنا عندنا كمان عندنا أحد أهداف الخطط الاستراتيجية عندنا بناء الإنسان يبقى أول حاجة أنا هساهم في بناء نفسية مليئة بالقيم وبالمهارات وبالمعرفة يبقى من ده مقصد العمران عمرني وعمر كمان أولادي وعمر شرك حياتي إزاي أعمر أولادي وشرك حياتي أن أنا أخلي شرك حياتي يخرج أحسن ما فيه وأنا كمان أخرج أحسن ما فيه إحنا هنا ما بنعملش توقعات بقى إحنا بنعمل مقاصد ممكن نقسها ونشوف حين حققناها ولا لا بعد كده المقصد اللي بعد كده حفظ العقل يبقى أنا أعمر العقل أعمر العقل إزاي أنا وزوجتي أنا وشرك حياتي عنا تبادل الخبرات عنا تبادل المعرفة فيزداد فيصبح الزواج قيمة إضافية يا نهرى بيض فالجواز كده إيه؟ مع العمران كده هيصبح الجواز ليا وللشريك حياتي قيمة إضافية فنتبادل المعرفة وكل واحد فينا يضيف للآخر أما بقى في مقصد إيه؟ أما في مقصد حفظ الدين فيحصل إيه بقى؟ إن إحنا هنعيش بالقيم ونحول الحياة اللي عندنا حياة قيمية يعني إيه؟ إحنا مش هنختلف زي ما الناس هتختلف أنا أعيش بالقيم وبيتنا ده هيكون قبلة للقيم وقبلة للأخلاق وعشان كده لما نختلف في أول الجواز بيختلفوا على حاجتين على مسألة مين يقود ومين الميزان مسألة سهلة الميزان عندنا ثلاث قيم الرحمة والخير والجمال يا سلام وبيتنا على طول هيكون بيت إنساني فيه إعلاق لمعنى الإنسانية والجمال نروح لمقصد بقى حفظ العرض هيحصل إزاي بقى إزاي؟ فيه أكتر خير في العرض إحنا نعيش بعض بالشهامة وبالنجدة وأنا مش هخلي مراتي تتحس بأي خوف أنا أحسسها دايماً إن عرضها مصان وإن هي دايماً أنا بالنسبة لها أمانها فعشان كده أتحس إن عرضها محفوظ لا أنا أتكلم عليها كلام سلبي ولا ممكن أن أروح أشتكي وأقفش أسرارها وهي أكيد أتعمل نفس الكلام ده فإحنا عندنا السر جزء من العرض وعشان كده البيت عرضه يكون مصان وكل واحد فينا يحس إنه البيت اتعمر بإن العرض محدش بيقدر يخسم منه لا ده كل واحد بيضيف للعرض كل واحد ما هيجي يتكلم عن شرك حياته هيتكلم بأحسن الكلام أما بقى في العمران في المال بقى إحنا عندنا مقصد إيه هو ترتيب الأولويات عشان إحنا عندنا خطة للتعمير نستمر فيها وعشان كده إحنا عندنا ترتيب للأولويات لإن إحنا عندنا غاية إسمها إيه الغاية؟ إن إحنا نستثمر نعمة الله دايما نعمة الله تزيد ما تنقص وعشان كده إحنا نستثمر مع بعض لما ننصر بقى للتسكية خلينا نقول التسكية المراتي بسرعة وبعد كده نتكلم عنها لما نوصل للتسكية أنا أجد إيه؟ التسكية معناها إيه؟ أزكي نفسي أبتعد عن المساوئ وأجلب لنفسي كل معاني تجليات الجمال الله سبحانه وتعالى يبقى في حفظ النفس إيه اللي حاصل؟ يبقى في حفظ النفس إيه؟ هحصل لزوجتي والأولادي وقربهم من الله سبحانه وتعالى وقربهم من حقيقة الإيمان ويزوقوا حلاوة أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسي حاجة رائعة طب و لما نروح بقى للعقل في تسكية العقل في تحقيق بقى مقصد حفظ العقل نجد حاجة حلوة أوي أوي إيه يا؟ إن أنا أستثمر معرفة وأخلي الاختلاف اللي ما بيننا في الأسرة يعمل لنا منتجات كتيرة ويخلينا عندنا سعة هي دي التسكية مش هابقى مغرور وما سمعش غرصوت نفسي لا ده التسكية هحققها بإن العقل يكون محفوظ إن كله يشارك أنا وزوجتي نتشارك وكمان أولادي يتشاركوا إن كمان لما نروح لمقصد حفظ الدين بقى نلاقي شيء مهم جدا جدا إن إحنا نعيش إزاي؟ نعيش بإن كل واحد فينا يخرج أحسن ما في التاني ويفضل الزوجين ملتزمين بكل معاني الترقي وكل معنى التغاضي اللي فيه تخلية والتفاهم اللي فيه تحلية وبعد كده لما نروح بقى لمقصد حفظ العرض نلاقي حاجة مهمة جدا في حفظ العرض إن إحنا عايزين نزكي أنفسنا فنعيش بالكرامة كل واحد بيحافظ على كرامة التاني والكرامة عندنا تبقى مصانة لما نختلف مش ممكن أجي ومسها بشيء من الكرامة وهتبقى الكرامة عندنا مش عب مش هتبقى عاملة بالزبط زي السلك العلياري اللي موجود نتكهرب فيه طول ما إحنا راحين وجايين لإن إحنا من أهل التسكية وفي الآخر خالص هيبقى عندنا في حفظ المال هيبقى عندنا التسكية هتوصلنا إن البيت يبقى بيت كرم وفي نفس الوقت يبقى متزن في الإنفاق نعمل خطة للكرم والإكرام إن شاء الله ربنا يكرمنا ويجعلنا دايما محل وده ومحل كرمه سبحانه وتعالى أنا عارف إن إحنا قلنا حاجة لطيفة وحاجة واسعة أوعدكم إن إحنا نفصل فيها مرة واثنين وثلاثة ونضرب عليها أمثلة ليه؟ عشان نقدر نعيش مع الله ونقول له يا رب أنت وهبتنا البيوت دي وإحنا مقصدنا هتكون في مقصدك وفي مرادك لأن إحنا نعتقد أن ما أردته لنا هو خير مراد ولذلك سنسعى في مرادك ويبقى بيتنا مليء بتجليات ودك ورحمتك يا مولانا بعد الفاصل ألقاكم عشان نجيب على أسئلاتكم المباركة ولكن بعد الفاصل احنا نرجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي هي في الحقيقة بتكون دايما هي جسر التواصل بيننا واللي دايما بيمدنا بالأنوار والبركات والفتوح وبيخلينا كمان متواصلين على الدوام وخلينا نقول أن احنا نستمر في الكلام عن صناعة مقاصد الزواج لأن ده من أهم الأشياء اللي احنا ممكن نحس أن البيت بيها مليان ببركة مولانا سبحانه وتعالى ومدده ومعانا السيدة محمد من المنوفية تفضلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك أنا بحب دايما أسمح كلام حضرتك كلام حضرتك بيطمن القلوب وبيريحني دايما والله يا دكتور ربنا يحفظك ويزيدكم وبركاته الله يحفظيك يا رب أنا متواصل دايما مع حضرتك على طول ودايما حضرتك بتريحنا بكلامك الطيب وكلامك اللي بيوصلنا ربنا سبحانه وتعالى يا رب اتفضلي يا فندا عندي لحضرتك سؤالين اثنين يا دكتور اتفضلي السؤال اللي أولا اول سؤال صيغة التعالي ربنا سبحانه وتعالى ان انا يعني بحاول اكلمه طبعا والعزب اللي انا دايما بحس اذا ما يكون هو قدامي وانا سجداله وانا وقفاله بكلمه كأني بكلم بني آدم قدامي بشكله همومي بشكله أحزاني وحضرتك قلت الحلقة الاسبوع اللي فات قلت ما تكون مثلا زعلان من شخص او في شخص بيحاول دايما تبص للسماء وتقول يا رب خط بإيدي ولا تتركني إليهم عشر مرات فانا قلت فعلا الكلام ده ده ما حقيتها قلتلي بس في حاجات دايما بتحاول تتغلب علي بتتعدني من الأوضاع اللي بشوفها حولي والكلام ده كله طيب يعني انت عايزة عايزة حضرتك تقولي انا دلوقتي ان انا بتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى سمعني ده صح ولا لا نعمل ايه ايوه الحاجة التانية ان انت عايزة حاجة تساعدك على استجابة الدعاء ايو السؤال التاني سؤال لحضرتك هل سعنا زم احنا بنقوله هل رد الزوج هو رضاه من ربنا سبحانه وتعالى حتى لزا كنت عملت حاجة خبتها على جوزي وانا بحاول اكفر عنها وكده فهل كل ما تقربوا لي وحبوا لي اللي بيزيد اكتر هل ده تقرب من ربنا سبحانه وتعالى ورضاه عني طيب اسمع ليش يا دكتور سؤال لحضرتك وهل لما يكون بي ذي او دخلة فيه يعني فيه حاجة معنا بفكر فيها ثلاثة الفيزيون بيتفق بيكلم عن الموضوع دو بيكلم عن اللي انا فيه كده بل اين برتاح من الكلام ده هل ده ان ربنا سبحانه وتعالى قريب مني وبيقطن مني ان هو جنبي ومش هيسيبني حتى في ازمتي اللي انا فيها حاضر حاضر يا امام محمد حاضر اسئلتك مهمة كلها وما فيهاش سؤال ايه لو هو مهم السؤال اللي اولاني بتقولي الدعاء اللي يخليني مستجابة الدعاء في حاجات تانية اخر اللفظ بتاع الدعاء يجعلك مستجابة الدعاء زي ما حاضر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد اطب مطعمك تكون مستجابة دعوة فانخلينا دايما موجودين في الحاجة الطيبة كل ما الانسان كان طيب كل ما يبقى استجابة الدعاء سريعة يبقى خليك دايما طيب خلي اكلك طيب خلي تفكيرك طيب خلي كمان قلبك كمان طيب كل ما كل ما تكون طيب ايه اللي حاصل الله طيب ولا يقبل ولا ايه طيبة كل ما بقيت طيب كل ما كنت قريب من حاجة الطيب الله يقبل دعائك ويستجيب اليه العمر التاني ان احنا نتحين ونختار اوقات الاجابة يعني بين الازان والاقامة كمان في السلس الاخير من الليل كمان في تبادل في نزول الملائكة وصعود الملائكة قبل 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 دخول الغروب كل الكلام دوت كل دي اوقات من اوقات الاجابة يبقى ايذن احنا نختار اوقات الاجابة في يوم الجمعة كل ما اخترنا الاوقات اللي فيها اجابة الامر التالت بقى اللي بيخلي الدعاء استجاب حضور القلب يعني ايه حضور القلب انا وبدعي ادعي الادعية اللي حاضر فيها قلبي لان ليه لان الله سبحانه وتعالى لا ينظروا الى صوركم والى اجسامكم ولكن ينظروا الى قلوبكم التالت حاجات دولة تساعد على استجابة الدعاء جدا امر الثاني مسألة هل رضى الزوج هو رضى لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى جعل هذا الرضى عشان نوصل للتوافق مش عشان فيه حد يقسر حد ويستعبد حد ولكن ده عشان نوصل للتوافق ففيه حاجة اسمها الطاعة النبي الطاعة الرشيدة الطاعة الرشيدة اللي هي الطاعة في المعروف فاذا كان الزوج بيطلب من الزوجة الاشياء اللي يتعنها على الحياة اللي فيها مليئة بالرحمة والخير والجمال تطيعوا ويبقى ده بتاسمه الطاعة الرشيدة ولذلك ساعتها هنبقى بنحقق مراضي الله سبحانه وتعالى وساعتها هتبقى الطاعة دي عون ويبقى طاعة الزوج ده من باب العون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يبقى الطاعة بتكون في الطاعة يبقى طاعة الزوج بتكون في الطاعة وده تعتخدني إلى الله سبحانه وتعالى ويبقى زوجي ساعتها باب من أبواب ماذا التعاون على البر والتقوى آخر حاجة مسألت إن أنا لما ألاقي حاجة أنا يكون في نفس الشيء فأجد حد بيتكلم عنه أو بيقول كلام حسن عنه فيبقى كده إيه الدلال على دي آه الدلال على دي إن الله سبحانه وتعالى بيطيب خطري أن الله سبحانه وتعالى يقول لي أمن يجيبه المضطرة إذا دعاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيبه دعوة الدعي إذا دعان آه دي بتبقى علامة من علامات إن الله سبحانه وتعالى يريدني أن أعرف أنه معي الباقي معك ما ودعك يبقى الحيات دي الثلاثة صح وأنا جاوبت على أسئلة حضرتك مين معانا؟ أستاذة هيبة من القاهرة تتفضل آه سلام عليكم عليكم وسلام عليكم وأنا دلوقتي يعني أنا بكلمك بخصول بالرمي وكده دلوقتي أنا منقطع عن أمي بقالي سنة وشوية بسبب مشاكلي كانت يعني بسبب أختي وكده كان كنت أطلق وكده يعني يعني إيه دخل بقى مامت إيه دخل والدتك دلوقتي مع معين المشكلة مع أختك هي كبت هي يعني أمي يعني للأسف يوصفني أنا قلت أنها كبت على جوزي وكده وكنت أطلق فيها طب ما هي جايزة كانت عايزة ما تقزيش علاقتك بأختك لا يا شيخ والله يعني جوزي قال لها أنت قلت كذا وكذا راح أتقلت له للأسف أنا ما قلتش وهي كانت آلة وكده وقاعدت تقسم له بالله أنها ما قلتش وهي كانت آلة المهم يا شيخ أنا دلوقتي أنا نشترى ديها وهي وحشادي وأنا كل ما بحاول أكلمها هي يعني بترفضني وبتدي على أدعو حيش قوي هي بتسمعني؟ طيب خلينا أكلم يا إيه بتسمع حضرتك على طول طيب هي بتدي على أدعو حيش وحتى ما جاتليش وولاتي كانت وولاتي صعبة قوي ولما تكلمتها بهايت علي ودعك عن بيت طيب يا بنت وقلت للأسف صافد أن أنا رخ لها البيت فأنا بقالي سنة ويجي سنة تشهر ويسا عرفها وصلا هاقول لك هاقول لك تعمل إيه هاقول لك تعمل إيه بص يا ستي فيه ثلاث حاجات لازم تعمل يوم أول حاجة في كل سجدة من سجداتك تدعي أن ربنا سبحانه وتعالى يطيب خطرة وإن شاء الله يحصل الكلام ده تتصل بها تقفل في وشك تشتمك افضل تتصل بيها لأن هي بتعمل كده وكأنها بتقدبك يعني هي مش كرهاكي ده هي بتقدبك أنت يالي خليتي جوزك أهم عندي وسبتي بر الولدين فكل ما تتصل وهي كل ما تعمل فيك كده إيه اللي حاصل؟ هي قلبها يرق لأن في لحظة من اللحظات هتقول إيه ده؟ ده بنتي اللي شلتها في بطني طول الوقت ده ما هقول أقصوا عليها كده فإن شاء الله تلين وإن جهدك على أن تشرك بيه ما ليس لك بيه علم فلا تطع أمه وصاحب أمه في الدنيا معروف إذا عملوا كده طب إذا ما عملتش كده وهو ده برضو ده أنا مش دلوقتي من الزمن اللوم يا بنتي أقول لك كدبت ولو كدبت أمك في النهاية ما ينفعش أن أنا أعلق لها المشنعة وقول لها أنت هتكون هتخرب بياتك على فكرة ممكن تكون مسألة أن بياتك كان هيتخرب ده مسؤولية جوزك مش مسؤولية أمك لأن جوزك هو اللي وقف على الكلمة فهو ممكن هو اللي يكون غلطان فتعالي بقى نعمل إيه؟ المواصلة ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحم وصلاها يبقى أول حاجة تدعي لها في كل سجدة من سجدات صادتك عندك 34 سجدة تدعي لها في كل سجدة أن ربنا يلين قلبها حاجة تانية تواصلي تفرط لتفون فوسك تواصلي تبعت لها رسائل كل يوم على الأقل خمس رسائل تقول لها أن هي أن أنت بتحبيها ومش قادرة على زعلها آخر حاجة والمهم بقى أن أنت تحاولي بقدر الإمكان أن أنت تفاهمي زوجك وتحاولي تكوني حمامة سلام بين زوجك وبين والدتك وتفاهمي أن أقرب طريق لقلبك هو والدتك هو أهلك وهو لازم يفهم كده وهو لو كان سمعني لازم يفهم كده أقرب طريق لقلب الزوجة أهلها والإحسن لأهل الزوجة هو إحسن للزوجة وده والداخل في قولي تعالى وعشرهن بالمعروف واضح؟ فاصل؟ ونرجع لكمل أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا الأستاذ محمد من نومياط أستاذ محمد إزاك أشكنا الحمد لله الله يملك لك ولكن قضيتك أنا عندي مشكلة مميش عارفة حلاء خالص إن شاء الله إن شاء الله يبقى لحل إن شاء الله تفضل يا رب يا شيخ شيخنا أنا مراطي ضربت ابني وهو عنده سنتين فضربتها على كتسها تمام مسجت سلك الكهرابة قامت قصها تمام اتصلت بنانيتها وامها وقامت واجهوا تاني يوم أخدوها ومش أم وبعدت لهم ناس وشيوخ وكل اللي وقته على بالك في الوقت مش عارفة صلحة ولا أعمل أي حاجة من يوم خمسة بالسبعة لما للوقت تعامل شي يعني ده من يوم خمسة السبعة اللي فات أي والله يا شيخ طيب وانت ضربتها ضربتها على كتسها وهي ضربت الولع يعني ضربتها على كتسها بس ولا ضربتها يعني طبعا الدرب عندي الدرب عندي كل أشكال الدرب والعنف ده تحرام لكن خليني أقول لك خليني بس أقول لك طيب اسمعني بس يا حاجة محمد ما هو الطريقة دي تعال نهدى الأول الطريقة دي مش هتحل المشاكل عارف ليه؟ لأن فكرة الشحتفة في بعض الأحيين هي عايزة تشوف أسلهية كده ضرب وبعدين شحتفة طيب يحصل إيه بقى؟ يحصل لدى المرأة أشعور بإني إيه ده وأنا زوجي مش مضطرب ولا إيه فأنت لازم تهدى الأول وتتزين وتعمل إيه بقى؟ تدخل الوسطاء الصالحين طب إذا ما كانتش أنت دخلت كل الوسطاء إيه اللي حاصل؟ الخبراء بقى؟ يعني مثلا نفترض أن أنت عتبعت الكلام اللي أنا أقوله دوت لزوجتك بس بنت الحلال أن أنت تجدي شخص بيحبك أفضل مليون مرة من أنك أنت تحسي أن كرمتك تجرحت وانتهت القضية وعودي معاه وإذا كان هو بيتعدى وإذا كان هو عمل حاجة غلط نجلس مجلس فيه خبراء عشان نشيل الألام والأوجاع دي لكن إذا كان هو غلط عشان هو نفعل فأنت ما تستمريش في الغلط زيه أنت لازم تكوني حكيمة عارفة ليه؟ أن أنت عندك أولاد معنى أن أنت عندك أولاد ما بيكونش الحساب بس ده هو أزاني مش معنى كده أن أنا ببرره أزيته أبداً أنا قلت أن الضرب عند حرار لكن أنا بقولك اللي ينصلح بي حالك لازم تكوني حكيمة ولازم يبقى عندك نضوك وإياك حد يملو دانك ويخليكي ترمي ابنك وترمي بيتك وترمي حد زي ما هو واضح بيحبك كل ده يمكن إنصلح إذا حد عنف مراته ممكن يرجع الأمر ويتصلح طبعاً خبريتي بتقولي يا ما ده ويا ما إن المواقف الصعبة دي بتعمل تحول في الحياة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسي فيحصل التغيير فالحياة بعد كده تبقى هنية وسعيدة روح الخبرة ومركز الإشهاد الزواجي بدر الإفتاح المصرية مفتوح عشان بنتعامل مع هذه الحالات لو أنت عايزة فعلاً تكوني طائعة لله فكري كويس والأذى اللي حصل لك ناخد من الإجراءات ما يمنع أنه ده يتكرر من الأذى مرة تانية ربنا يهديكم وإن شاء الله يصلح ما بينكم وإن شاء الله يسعدكم معنا الأستاذ نبيل من القاهرة أيوة تفضل أستاذ نبيل السلام عليكم شيخ أستاذ نبيل أيوة إيه رأي حضرتك عشان أسمعك كويس توطر التلفزيون وتسمعني من التلفون طيب حاضر دي يا واحد تفضل السيدي أستاذ نبيل يا أستاذ نبيل أستاذ نبيل ألو يلا يا أستاذ نبيل أهو والله أنا أنا مسن عمري خمس سبعين سنة وطبعا مريض ضغط وسكر ومركب أربع دعمات في الألف ربنا يديك الصحة كلها والزوجة متوفية وعندي شقيق اللي هو وريس وحيد لي شقيق ده لا بيسأل علي ولا ولا كأن أنا موجود وبعدين إذا تعبت ودخلت مستشفى ييجي ساير وهيك بدل ما ييجي يقول لي مثلا أنت عامل إيه ولا صحتك إيه ولا أبدا ساير وهايج يا ابن عايز إيه يقول لي امشي من هنا أنت مالك مستشفى خاصة طبعا أنا بصرف طبعا فأنا دلوقتي هو وريس الوحيد أنا عايز أتبرع بالفلوس دي اللي معايا وأحرمه من المراس ليه كده أنا خدمت كثير اسمع حاج نبيل حاج نبيل ليه المقصد الوحش ده أنا متصور أن أنت تعمل حاجة لطيفة أن أنت عايز تتبرع بمالك عشان تجد جبال من الحسنات يوم القيامة لكن أنا عايز أقول لك حاجة هو حضراتكم ليه وإنتوا بتتكلموا عن المراس وده لازم تغير في الثقافة المصرية أنا آسف ما علش حاج نبيل كل ما نيجي نتكلم في المراس نتكلم كأن إحنا عارفين مين عايموت قبل مين أو مين عمره يجي قبل التاني إحنا ما نعرفش حاج نبيل مين اللي هيتوفق قبل التاني فلذلك فكرة أن أنت عايز تحرمه من المراس ده مقصد أنا آسف يعني مقصد فاسد ما يلقش وده ممنوع شرعا لكن أنت لو أنت عايز تتصدق بمالك ده مالك وأنت حر فيه أعمل اللي أنت عايزه فنصحت الحضراتك أن أنت تغير النية دي ما يتبقاش النية دي هي نيتك وبعدين هو إذا أسألك هو الشخص اللي بيحب ربنا هو الذي يدفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينه وبينك أعداوة هتجد وليا حميما ادفع باللتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه أعداوة كأنه ولي حميما اعمل كده شوفوا كده إيه اللي مبوزة لقلاقة بينك وإيه أنت رجل حكيم وكبير في السن أنا نصحتي أن أنت أخوك ده حاول تصلح الألاقة بينك وبينه لو مش قادر شوف حد من أهل الخير من الناس اللي هو بيحبهم وسوق عليه زي ما بيقول كده هو عشان يغير من طريقة معاملته معاك وإن شاء الله سبحانه وتعالى بالنية الصفية دي أن أنت تصلح ما بينك وبين أخوك هتجد خير كتير إن شاء الله وهتجد سعادة وهنا وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويجعلك إن شاء الله من سعداء الدهرين إحنا يا سعداء النهاردة تكلمنا عن مقاصد الزواج والموضوع ده لسه مخلص هنتمم الكلام فيه تكلمنا عن ثلاث مقاصد العبادة والعمران والتسكية العبادة يعني إزاي الجواز ده يبقى تحقيق إن إحنا مشروع الجواز ده مسنود من الله إن جوازنا ده مرعي من الله إن جوازنا ده الله سبحانه وتعالى يمده بمدده هو ده معنى إن جوازنا ده وإحنا بنفكر في جوازنا نبقى بنحقق مقصد العبادة وكمان بنحقق مقصد العمران أكيد الجواز اللي ربنا سبحانه وتعالى نظر إليه وجعل فيه مودة ورحمة ومودته هو ورحمته هو إذن عاي يكون فيه خير كبير جدا ويا ما ناش شافوا أول ما تجوزوا باب مفتوح من الرزق حصل ليهم بس لما كانوا قصدين إنهم يعيشوا بقيمة إضافية في حاتهم ويا ما الجواز غير نفوس كان عندها رعونة فنضجت وكان عندها أزى فطابت قلوبهم وطابوا فربنا سبحانه وتعالى قبلهم عنده في المقربين يا رب اجعلنا دايما من أهل القيم من أهل الأخلاق ومن أهل الإقبال عليك يا رب العالمين واجعلنا دايما في كل خطوة نخطوها ننظر إليك ونقبل عليك ونرضى بمرادك ونسعى إلى رضاك اجعلنا يا ربنا من الراضيين المرضيين واجعلنا من أهل التوفيق في كل وقت وحين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا أكرمين يا أكرمين يا أكرمين يا أكرمين يا أكرمين يا أكرمين يا أكرمين